اوديو لابي شارك المعرفة السلام عليكم ايها الرائعون ومرحبا بكم في مقال صوتي جديد يمكنك دائما تحمل هذا المقال الصوتي والاستماع اليه لاحقا عبر تطبيق اوديو لابي حمله الان مجانا عبر جوجل بلاي سنتحدث اليوم عن واحد من اهم واعظم القوانين الكونية على الاطلاق انه السر او قانون الجذب وينص على ان كل حدث ايجابي او سلبي حدث في حياتنا ما هو الى نتاج لافكارنا وقناعاتنا سواء كان ذلك بصفة تلقائية او عنوع منه اي ان ما نفكر فيه نجذبه الينا خيرا كان او شرا وربما لاحظت بانك فكرت بنوع سيارة مثلا ثم بعد ذلك اصبحت تشاهدها في الشارع كثيرا واعتقدت بان المال شيء سيء وان الاثرياء هم اشخاص مختلسون ومحتلون فجذبت بتالي لحياتك المزيد من الفقر وعدم الوفرة اذا فالمطلوب منك تفكير بايجابية وابعاد الافكار السلبية عن عقلك كي تحيي حياة رفاه ووفرة ومحبة وسلام دائم ولتفعيل قانون الجذب واستخدامه لصالحك في تحقيق اهدافك ما عليك الا ان تطبق بعض التمرينات الفعالة والمجربة والان ركز جيدا وتعامل مع الامر بجدية تامة يمكنك دائما تحميل ملاخص صوتي لكتاب قوة العقل الباطن لجوزيف ميرفي مجانا عبر رابطي في صندوق الوصف او عبر تطبيق اوديولابي اولا حدد هدفك اولا وقبل كل شيء يجب ان تكون على دراية تامة بالهدف الذي تريد تحقيقه لذا عليك ان تحدد هدفا واقعيا وقابلا لتحقق على سبيل المثال اذا كنت تريد ان تصبح مليونارا فما عليك الا ان تؤمن بقدرتك على بلوغ ذلك الهدف دون هدفك في ورقة باستخدام عبارات توكيدية وايشابية في المضارع كما لو كان لديك الان تجنب عبارة الناف ويفضل ان تبدأ دائما بعبارة انا او انني كان تكتب انا اسحق وانا كون ثريا او انني اشعر بالوفرة والثراء تساعد هذه التوكيدات على ترسيخ الهدف في عقلك الباطن ومن ثم ارسال اشارة للكون بفحوى ذلك الهدف في المقابل اذا لم يكن هدفك محددا فمن الصعب ان تكون الرسالة جلية ومفهومة ومن الممكن ان يجعلها التردد او عدم الوضوح مشواشة وغير واضحة ثانيا اعتقد في هدفك الاعتقاد او الايمان بالهدف هو الخطوة الثانية نحو جذبه ويأتي مباشرة بعد الايمان بنفسك وبقدرتك ذاتيا لذا كن متأكدا مما تريد بالضبط ولا تشكك في هدفك او في قدرتك على تحقيقه فالهدف ليس اكبر منك ومن حققوه قبلك ليس افضل او اذكى منك تذكر انك تبعث برسالة الى الكون يتم انشاؤها عن طريق قوة افكارك وفي هذه الحالة لن يكون للكون خيار اخر الا ان يستجيب لك كن على سبيل المثال على يقين بانك تريد ان تصبح عازفا مشهورا او صاحب مشروع ناجح لا تشوج ذلك اليقين بطاقة الشك او ضعف الثقة وان لا ستحصل على نتائج غير مرضية ثالثا تخيل هدفك ارسل الكون صورة واضحة عما تريد تحقيقه وانظر لهدفك كأنك تراه حقا فكلما كانت رؤيتك اكثر دقة وتفصيلا كلما كان ذلك اكثر فعالية اذا كنت ترغب مثلا في زيارة جزر البهاماس احتفظ بصور في كل مكان في بيتك عن ذلك المكان تخيل نفسك وانت تتجول في احد شطانه واستشعر الرمى لا تتغلغل بين اصابعك رابعا استشعر هدفك اشعر بهدفك وبالمشاعر التي ستغمرك بعد تلقي رغبتك قم بتصرف وتحدث والتفكير كما لو كنت حققته فعلا في الواقع هذه هي اهم واقوى خطوة في استخدام قانون الجذب وفي بعض الاحيان اذا كنت تفعل ذلك باستمرار فانك لن تشعر انك بحاجة الى ذلك شيء بعد الان لانك تشعر بانك تمتلكه بالفعل لذلك فان الكون سوف يلتقط ذبذبات ذلك الشعور وبتالي سوف يهيئ لك كل الفرص والاسباب لتتلقى هدفك سادسا اظهر امتنانك للكون اكتب كل الاشياء التي منحك ايها الكون بتسخير من الله كن شكرا على ما تمتلكه بالفعل وكن شكرا ايضا لكل الاشياء التي لم يمنحك ايها بعد اذا تخلصت من شخص سيء كان يؤذيك فهذا امر اخر يجب ان تشكر الله عليه وتأكد ان اظهر الامتنان الصادق سيقوم بتعزيز الكون لاظهار رغباتك بشكل اسرع طبعا بتقدير من الله سادسا ثق في قوى الكون تخيل بعدا اخر يشبه تماما عالمنا الحقيقي انت ترى نفسك في هذا البعد حيث يأتيك اي شيء تطلبه من الكون في لحظة لن تحتاج فيه الى بذل الكثير من الجهد لتحقيق ما تريده هذا هو المكان الذي يميل معظم الناس لتواجد فيه ذلك هو الكون كن صبورا لا تغضب اذا لم تحدث هذه الاشياء على الفور فهذا يعني انك تفتقر اما للايمان او للسعي الصادق دع الكون يفعل ذلك من اجلك بطريقته الخاصة اقرأ المزيد من المواضيع الرائعة والمفيدة عبر مدونة اوديولابي اوديولابي دات بلاغ شاهد ايضا ولا تنسى الاشتراك الى اللقاء اوديولابي شارك المعرفة